اشتركوا في القناة 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 فرقة بسرعة اشتركوا في القناة 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 يا رب اشتركوا في القناة 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 يا حمد فتحي ولا تشيل واحد منهم وتدخل مسلاً لعب زي زيزو لعب زي ترزيجي مع تغلق ترزيجي الفتر الاخيرة مع عمر مربوش جينها تتعامل ازاي مع مبارات الزهب طيب خلينا نتaker احنا عايزين من مبارات الزهب احنا عايزين شباك نظيفة ده رقم واحد اهم حاجة بالنسبة لي اهم حتى من تسجيل بس في نفس الوقت انا عايز كل اقلل الضغط علي فعشان اقلل الضغط علي انا عارف ان كارلوس كراش انا بتكلم بقى بفكر كارلوس كراش فكر كارلوس كراش ان انا بستحوز على الكورة في تلت ملعب اي انا او بقطع الكورة في التلت الملعب الخاص بي انا فحمدي فتحي عمر السلاي محمد النيني التلاتة متشابهين لابعد الحدود مع وجود اتنين فول باكس وعمر كملعب دلواحد وابو الفتوح مش حيبى عندهم الادوار الهجومية بكثافة فانا اتمنى وجود واحد في نص الملعب زي احمد سيد زيزو لان احمد سيد زيزو هو اكتر لعيب ممكن يساعد محمد صلاح في نواحي كتير جدا ممكن يميل عن ناحية اليمين ويقفل مع عمر كمال فيدي اريحي لمحمد صلاح ان هو اللي كان بيرجع ساعات في ماتش السنغال في الفاينل عشان يرد لحد ما لان كان لعيب كبير على التلاتة بتنص الملعب احمد سيد زيزو ممكن يقوم بالدورة الواحدة احمد سيد زيزو لعيب سريع عنده قدرات يتحرك بالكورة وبدون كورة فممكن استخدمه في عملية التحولات بالكورة ففكرة ان انا لعب بحمدي فاتحي عمر السلية محمد النيني فانا هتبقى الفكرة في دماغي كارلوس كراش يعني ان انا كل ما استخدم الكورة كل ما حالعب بالكورة الطولية لان التلاتة دول ما عندهمش القدر ان هما يقطعوا مسافات طويلة كدريبل او يقطعوا مسافات بسرعات هيلة لكن السرعات عنده احمد سيد زيزو غير كده شوفنا مثلا زي ماتش كوديفور فتراتك طويلة جدا كان اللعيب التمانية زي عمر السلية بيوصل يدخل هو يبقى اللعيب نمر عشرة او يدخل هو زي محمد صلاح بيسحب اتنين تلاتة او مرموش بيسحب اتنين ويتفضى مكان في خلف الليفت وينجر فالمكان ده انا عايز في لعيب نص ملعب فينشر عجون افضل فالفينشر عجون افضل حرجع تاني احمد سيد زيزو تسديداته افضل حاجة واحد بيخلص عجون بشكل كويس مع الزمالك عمل استريك هيلة جدا والنقطة كمان اللي بفضل فيها احمد سيد زيزو هي فكرة الساد بيسز ان انت هو مميز جدا في الكرات السابتة ومش بس الكرات السابتة بلانتيات لكن كمان الكرات السابتة كارقنيات او عرضيات زي ما فوزي بيقول فده سلح مهم جدا اللي احنا سجلنا هدفين في بطولة افريقيا من كرات سابتة كان واحدة عاملها مرموش واحدة عاملها عبدالله السعيد فلازم استخدم السلح ده واستخدم تريزيجي كليفت وينجر اساسي فوجود تريزيجي كليفت وينجر اساسي مع وجود احمد سيد زيزو كواحد في نص الملعب مع عمر السولية والنيني او عمر السولية وحمدي فتحي اعتقد حيب شكلنا الهجومي في التحولات افضل بكتير طيب فنيا يا احمد بحس انه كالوس كيروش بيحب اللعيب اللي بيلعب في نص الملعب التلاتة يكونوا بيقافوا لعبو ست عشان هو بيعمل دايما الروتاشن بينهم في وسط المباراة يعني ان اني لو دخل على اليمين رقم تمانية يرجع تاني ستة عمر السولية بقى ستة حمدي فتحي بقى ستة هو ده اللي يمكن بحس احيان كتيرة بيدعي بفرص مثلا افشا يدعي بفرص عبدالله السعيد عشان هم بيقافوش لعبو تمانية عشان هم ممكن بيقافوش لعبو ستة لو حاب بيعملوا عشان نفس الامر يزيزو هل هو ده تفكير كالوس يوشي اللي هيمشي بيه في مباراة السنغال ولا هيلعب زي ما قلت لك بعنصر هجومي اكتر في نص الملعب انا بكلم عن نص الملعب دايما عشان نتبقى المراكز تقريبا معروفة ومفهومة ومفهوم كل حاجة ودول المحور اداءنا الدفاعيا او هجوميا التلاتة اللي في النص انا اعتقد ان هو اكيد في خلال بطروت قوم افريقيا جاء يعني كانت قدامه الفرصة ان هو يطبق الحل ان انت يبقى عندك عنصر هجومي اكتر لو كان حابب ولكن هو دايما ايا كان باختلاف يعني مطش مثلا المطشين الاخارة في دور المجموعات لما لعب عبدالله السعيد ان هو اساسي عشان يبقى فيه عنصر زيادة هجومي في نص الملعب بخلاف كده هو لا هو مقتنع ان هو دايما التلاتة بتوى خط الوسط يكون هم السبتين اللي بيقوموا بأدوار زي ما انت قلت الروتيشن بين 6 و 8 علشان يبقى عنده الحرية اكتر ان هو في وسط المطش يمدل ما بينهم فانا اعتقد ان هو اللي هيبدأ بالنفس التلاتة اللي كان بيلعب بينهم في قوم افريقيا كان حمدي فتحي وعمر السلية ومحمد النيني ومش هيبدأ بزيزو ولكن قد يكون او مش قد واكيد هيكون لزيزو دور خلال المباراة ان هو يشارك ولكن لو هيبدأ فانا اتوقع ان هو هيبدأ بالتلاتة دور على الال في مطش مصر يمكن في مطش السنغال يكون لزيزو دور تاني ولكن ان هو اتوقع ان هو هيبدأ بنفس التلاتة طيب احساك سؤال قد يكون كشهاية شوية او نايمة من اسمها وممكن حتى الاجابة تبقى منطقة بس برضو عشان الناس بتسأله فلازم اسأله محمد ان اني ما بيشاركش بقاله فترة مع ارسل من بعد كاسه الامر الأفريقية هل لا يؤثر على مكانه في المنتخب لا يعني ممكن اول نتناقش هو هيأثر على مستوى ولا لا اي لعب طبعا بتاع المشاركة لفترة طويلة بيؤثر ده على مستوى ولكن اني اولا يعني اتعود على كده ان هو دايما ما بيبقاش بيشارك على فترات بعيدة وبيجي مع منتخب مصر بيلعب اساسي عادي كارلوس كيروش دايما في الفترة اللي فاتت كاما عهدنا ان هو بيبقى بيدي الاولوية لأي لعب محترف مش ان هو عشان انت محترف فخلاص لا علشان هو شايف ان هو اكيد مش محترف عن فراغ محترف لسبب ما وخاصة ان اني فعلا احد اعمادة المنتخب الاساسية مش اي لعب بيحترف خلاص مش محترف من يومين يعني فاللي هو لا هو اني احد الركائز الاساسية فبالتالي هو هيبدأ اساسي اكيد مش هيأثر على فرصه في ان هو يبدأ ولا حاجة وانني فعلا مهم في منظومة منتخب مصر مش ان هو بيبدأ مجاملة علشان هو محترفه بس وانني في الاخر اللعب خط الوسط الوحيد في منتخب مصر داخل مثلا تشكيلة البطولة مع كل انتقالات اللي نالته دي فهو انني مهم جدا في منظومة منتخب مصر مش بس عشان محترف يعني ناحية تانية دايما الجماعير تسعل على فكرة المهاجم مهاجم منتخب مصر محمد شريف مدخدش هو هدف الاهلي مصطفى محمد مسجلش مع المنتخب في كاس الامم طيب علمارو الحمدي هو اللي هيسجل مع المنتخب مش كان محمد شريف احسن دور المهاجم السريح في طريقة لعب كالوس كيروش تسجيل الاهدف لا طبعا اعتقد واضحة للجميع ان دور المهاجم عنده ادوار تانية بدون الكرة اهم من ادواره بالكرة طبعا لاجوات لك فرصة قدام الجوان يا ريت جمع اي لا انشاء الله لحرس المرمى اتمنى ذلك يعني بس احسن هو بيشتغل المنظومة كلها المهاجم ده ضمن المنظومة واللي عايزه يجيب الجوان ممكن يبقى صلاحة ومرموشة وترزجية بزبط لان في النهاية كريم هو المهاجم او اي العيب يعني في الملعب في التسعين ديها بيلمس الكرة عدد لمساته يعني ما بتتخطاش ديئتين تلات دايق فانا عايز مهاجم قدام السنغال يضغط عالي ومهاجم يمسك لي العيب نمراستة مهاجم يطلع يلتحم مع كل يبالي ياخد لي الكرة من فوق ياخد لي فاولات في المساحات التلت للملعب الاخير بتاع السنغال عايز واحد لما يرجع فوزي حتى يدافع في الرقنيات عليا يبقى قوي في الرقصيات لان هما منتخب مرعب في الاطوال فادواره بدون الكرة اهم عند كارلوس كراش ما ادواره بالكرة لان انا عندي واحد من اهم الفنشرز في الكرة يعني في تاريخ مصر وفي العالم يعني ان هو محمد صلاح فانا مش طبيعي ان انا اصلا يبقى فيه فريق او منتخب بيلعب في محمد صلاح ونبنيه واحد تاني او ابنيه على لعيب تاني فهو بيحاول يقدم له الادوار اللي تريح محمد صلاح شوية وانا بشوف ان فكرة اصلي مروان حمدي اصلي محمد شريف او الفكرة في البروفيلات انا بشوف ان حتى شريف لو كان راح المنتخب ما كانش هيبقى ليه دور كمهاجم كان ممكن يبقى ليه دور كوينجر مثلا وينجر ناحية اليمين اذا صلاح قرر ان هو يدخل يبقى سترايكر لكن كمهاجم لا هتفقد الادوار اللي بيقديها مصطفى لكن هي نقطة واحدة هي فكرة كوكا انا كنت تمنى ان كوكا يبقى موجود لانه عامل ستريك كويسة في الدوري ومسجل اهداف وكوكا عنده خبرات المنتخب وكوكا كمان قوي جدا في كل الادوار اللي بيقديها سواء مروان او مصطفى طويل بيقدر ياخد الكرة عالي قوي بدنيا بيقدر يقف على الكرة ولكن في النهاية برضو الاختلافات كلها يا كريم على مركز بديل انا كلنا عارفين بس انا سألت في الكوكا دي اقول لك معلومة انا سألت انا زيك انا كنت مقال لكوكا شوية انه يخش يتقلي ده نصا انه الراجل كان شايف كوكا كويس فعلا سواء شايف ان الفترة ضيئة جدا هو يتقلي كده مصطفى محمد ومروان حمدي خدوا وقت كبير جدا عشان يحفظوا الادوار اللي كانوا شيروش طريبها منهم فهو إلي انه ياخد كوكا انه يبقى عنده مطء في حفظ الادوار ديت فما يقدرش يستفيد منه بس هو مقتنع بالراجل يعني بعيدا عن الكلام الناس هو مروان حمدي لما نزل في ماتش السنغال الراجل كان ليه محاولتين المرمى اللي روحنا بيهم كانت من مروان اما ما كانش موفق في الكرة العرضية اللي جات بالراس لكن يعني قدر الله مش اقفعلي يمكن يوفق فيها في ماتش السنغال الله اعلم لكن هي رؤية الراجل واضحة انا عايز لعيب مش مهم هو بيسجل قد مهم انه هو بدون الكرة بيعمل لقدور دي مروان حمدي كان موفق في حيزي الكونا مسلا كانت مصر كلا حطت مروان حمدي وعملت قدر دلوقتي اه طبعا كان مروان حمدي تحط في الكائمة وحطت بعد كده اسمي سبحان الله يعني سبحان الله اتمنى يوفق عشان اسمي عشان أشفران طيب احمد مباراة الزهاب كلمت في حتة بعيدة عن الكرة شوية وحاوبة ان تشاركوني فيها حتى لو مش نتكلم شوية كرة حتة الجمهور ان الجمهور بطبيعة الحالي بيروح ماتشاط منتخب ممكن يبقى مختلف شوية عن جمهور الاهل والزمالك اللي هو ممكن يبقى راح يفرج يمسك العلم ويعد المطلوب يمنى الجمهور في المباراة زيادات تشوف انا اخر ماتش حضرته منتخب مصر كان مصر وغانا 2-0 اللي كان في التصفيرات كاسر العالم اللي فاتت محمد صلاح وعبدالله السعيد فالماتش ده كان لما بقوم اشجع الناس عموا عطي فأنا نفسي كنت عاد درجة تلتة شميل طب يعني صرق فأنا نفسي بعض المفاهيم تتغير عند منتخب مصر ما بداية منتخب مصر الوحيد في شمال افريقيا اللي مالوش جمهور مالوش رابطة بتشجع منتخب مصر بقى قوية مش رابطة كده معبولة اداريا لا رابطة حقيقية في الجزائر في المغرب في منتخبات شمال افريقية تلاقي نفسي بعض المفاهيم الاخرى زي اللي هو معاد فتح الملعب وان امتى تروح ما يتبقاش من الساعة اتنينة الظهر انت مش راح تعزبهم ماتش ساعة تسعة ونوص بالليل وعادي انت تفتحه دلوقتي المنظومة جاء الزمان بتبقى والناس وقفة بالخيل انت دلوقتي خلاص انت بالمغناطيسي للتذكارة بتحطها بتخش تبقى عندنا القدرة فأخر معاد الفتح الماتش اللي بيروح بقى نفسه المشجع ما يبدأش يشجع من الساعة ثلاثة عشان يسلي نفسه فهم انت يعني الماتش تسعين دقيقة بتشجع قبلها ماش تسعة ونوص اه الماتش بتتشجع ما تزال عيب الكورة طبعا ما ترفضلت لها ما ترفضلت لها ما ترفضلت لها شربت طول اليوم وجاي بتتشجع عربع ساعات هتيجع على وقت الماتش تنام صح فالجمهور لازم يعرف ان هو فعلا ليه دور احنا في ماتش الجزائر طبعا اللي بيتضرب به المسل منتخب مصر لان واحد من الماتشات القليلة فعلا اللي كان جمهور منتخب مصر بقى وقتها يعني ليه دور مهم في الماتش هو اللي جاب الماتش بالطريقة دي بهتفاته صح استاد القهرة استاد مرعب لأي شخص فلو الجمهور فعلا تواجد وآذر بقوة طول التسعين دقيقة حيكون بإذن الله ليه دور سحر يعني انا قلت الجمهور اللازم في المبارا دي بعمل زلعي بالكور انت رايح تعمل دور رايح تعمل دور مش هتتفرق انشاء الله بالزبط كده لو في واحد واحد وقف وصدك خيص استخب وراء وقف شجع وراء مش هتتفرق على المباراة تجاي تعمل دور او انت مش هتتعمل دور اعمل زي انا هتفرق في البيت انا مش هتعمل دور ده حد تاني الفرصة لكن الحاجة اخيرة برتو فكرة دور اللعيبة والمدير الفاني مشوف كارلو الكيرواش بطول متفاعل على السوشيال ميديا وده بأسلح كل الانديا بتقدمه يعني قبل مسلا ماتش ريال مديد وبريستان جيرمان كل اللعيبة كتبت على الاكاونت بتاعت على السوشيال ميديا احنا عايزين الجمهور يشجع تسعين ديئة واحنا مش هنتقاهل للدور القادم غير بيكو فانا بطلب محمد صلاح وكل اللعيبة على السوشيال ميديا حتى لو عملوا فيديو يا جماعة احنا بنطلبكو تبقوا واقفين في دهرين تسعين ديئة تشجيع بس عشان احنا بيكو اقوى احنا بيكو حنوصل ان شاء الله كساعل اللعيبة كتبت كده اعتقد حيبقى دافع للجمهور ان ده طلب من اللعيبة يا جماعة اتفرجوا على المواتش بعدين مش موام بتتفرج الموام نوصل والله شكرا جزيلا كان ختام حلقتنا ان شاء الله ان شاء الله في الاستاد يوم الجمعة اللي جاي انا متأكد بازن الله ان كل مشجع هيروح مش هيسكت في المباراة هنبص عليكم في التلفزيون اللي مش هيشجع هنزعل منه كله يشجع احنا قلنا ان التذاكر متاحة للجميع طبعا كل واحد من حقه يروح المباراة كل واحد مصري عايز منتخب مصري يكسب بس لو انت مش قادر تشجع زيك زي لعيب الكورة لو انت مش قادر تلعب ما تلعبش يعني خلي فرصة للاعب يكون قادر يلعب لو انت مش قادر تشجع المطش ده تحديدا معلش انا باعتزل انه بصنف في الحتة دي انا بحبش صنف الجمهور كل واحد من حقه يروح الاستاد ويشجع منتخب مصري بس يشجع منتخب مصري يشجع منتخب مصري في المباراة دي عشان كل واحد هيبقى موجود في المدرج هيبقى عنده مهمة كبيرة جدا ما تقلش ابدا عن مهمة اللعب الموجود في أرض الملعب او الجهاز الفني اللي قاعد على الدكة برا اشوفكم يا رب على قبل موسيقى